السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلبة والطالبات طلاب الثانوية العامة وحلقة جديدة إن شاء الله في مادة علم الاجتماع في البداية عايزين نذكر كده طلابنا احنا في الوحدة التانية علم الاجتماع هنستكمل موضوعات الوحدة التانية علم الاجتماع كنا خدنا الموضوع الأولين علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى وعرفنا أوجه الاتفاق والاختلاف بين علم الاجتماع وبعض العلوم موضوع التاني دخلنا على الثقافة وعرفنا يعني ايه كلمة ثقافة وعناصرها وخصائص النهاردة هنستكمل موضوع الثالث في الباب التاني علم اجتماع الو هو ثقافة العمل التطوعي موضوع مهم سؤال ان شاء الله في الامتحان ومهم في حياتنا لان فعلا بيفرق مع المجتمعات اللي عندها افراج كتير بيتطوع يلا نسمي باسم الله نتوقع الله نبدأ في البداية العمل التطوعي طبعا في مقدمة ليه قبل ما نخش على تعرفه بيقول على العمل التطوعي هو سمة من سمات الحضارة اي حضارة نفسها تبقى دولة قوية اي امة نفسها تبقى امة عظيمة لازم يبقى فيها عندهم عمل تطوعي يبقى هو سمة يعني صفة من صفات اي حضارة والبعض يقول من احد اسس النهضة الشاملة للمجتمع يعني انت لو عايز صنهض بشكل شامل لا الحكومة الواحدة مش هتشتغل الافراد الواحدة مش هتشتغلوا لازم مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الجمعيات الخيرية مع الافراد يعملوا اعمال تطوعية مع المسؤولين لان مهما كان لو جبت لك احلى حكومة في الدنيا احسن رؤسة في الدنيا بس البلد مش مساعدة يبقى عمري ما هنقدر نكمل بعض يبقى لازم نكمل بعض عايز يبقى عندك نهضة شاملة لابد ان يكون هناك عمل تطوعي طبعا العمل تطوعي هو وسيلة لتكافل افراد المجتمع يعني تكافل افراد المجتمع يعني بنكمل بعض اللي معاه بيساعد المعهوش اللي قادر بيساعد اللي مش قادر افتكرة كلمة تكافل زي كفالة اليتيم يعني حتى رسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث كما قال الرسول انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة ده عمل تطوعي يعني انا قادر اساعد واحد يتيم محتاج روح تساعدته الرسول بيقولك انت هو في الجنة مع بعض ان شاء الله واشارب اصبعي السبابة والوسط طب يبقى احنا لما بنكمل بعض ده سمى من سمات الحضارة وسمى من سمات المجتمعات اللي عايزة يبقى عندها نهضة شاملة اللي احنا بنتكافل بعض ولازم يتطوع عملية تأتي المجتمع تنبع من داخله ما يفعلش يبقى من برات هتقعد تقول لي احنا محتاجين مساعدات ومحتاجين معونات اقولك لا لازم احنا نكافي بعض من جوانا الاول بالتأكيد فيه ناس تستطيع وناس لا تستطيع يستطيع ماديا معنويا سلوكيا جسميا يساعد اللي مش قادر يبقى لو انت عايزين يحصل عندكم تكافل ونهضة لازم يبقى عندنا تطوع ينبع من داخلنا لان لازم تبقى القوة دي محركة من الداخل لو جات من الخارج بالتأكيد ما فيش حد من برات يجي يساعدك كده بلاش يعني فيش حد بيعمل حاجة لله كده الدول المتقدمة دي هساعدك بحاجة عشان نتحكم فيك بحاجة هساعدك عشان اسيطر عليه طيب احنا عايزين احنا نتحكم ونبقى احنا عندنا قوة داخلية يبقى لازم احنا نساعد بعض من جوانا وليس من خارجنا دي مقدمة شاملة بس عن العمل التطوعي ما ننساش ان العمل التطوعي يساعد على نهضة الامة هيساعد على تقدمها هيساعد على تطورها عشان كده مهم اوي ان يبقى عندنا عمل تطوعي دي مدخل ومقدمة للموضوع طبعا هناخد اسئلة على كل فقرة ولكن بعد ما نخلص الموضوع ناخد الموضوع كامل وبعدين ناخد الاسئلة اللي ممكن ديك في الامتحان عليه ان شاء الله خش على جزئية بقى جديدة قالوا وهي تعريف العمل التطوعي يعني ايه كلمة عمل تطوعي ان يتعهد الشخص بمحض قرطه دون قهر او اجبار بان يمنح جانب من وقته او ماله او طاقته لخدمة مجتمعه لا ده الكلام كبير او يا جماعة تعالى تاني كده ان يتعهد الشخص بيأخذ تعهد على نفسه ما حاش هو اللي بتعهد عليك انت انا ناوي اعمل كذا ان يتعهد الشخص بمحض قرطه يعني بكامل قرطه الكاملة دون قهراء واجبار يعني انا لو عايز اروح اكفو الياتين ما حدش هيقول لي تعالى غزبا عنك كل شهر ادفع كذا لا انا اللي بلزم نفسي من جويا انا قادر اساعد فلان يبقى كل شهر هدفع خمسين جنيه فلان مية جنيه فلان عشرة جنيه فلان انا قادر يبقى انا بلزم نفسي يبقى انا بتعهد باخد تعهد على نفسي بقان ايه بقان دون اكبار خلي بالك كلمة محض قرطه يعني بكامل قرطك الحر يعني ما ينفعش اخد واحد كده شده اقوله تعالى اعمل الخير ده اعمل عمل تطواء لا ده مش عمل تطواء ده كده هو مجبر عليه عمل تطواء ما يجيش بالاكبار لازم بحرية كاملة من الشخص بمحض قرطه دون قهراء واجبار بقان يمنح يا كلمة يمنح دي احنا نقف فيها قصة يمنح غير يعطي يمنح عطاء دون مقابل اما يعطي لأ ده انا بديك حاجة عش ناخد مقابل منها لكن انا عايز امنح امنح يعني هديك ومش مش سنح حاجة طب في البداية ناخد المكالمة دية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تمام مين اميرة من المينيا الحمد لله الحمد لله توضلي اميرة معاك عندك اي سفسار؟ اه في علم الاجتماع درس الثقافة اتفضلي اميرة حاضدك انا اللي هو في السؤال بتاع تعادل الثقافة اسلوب حياة انا مش بوجه عارفة ان هجاوب في انها حطة بالضبط في الدرس انا عايز افرج بين النمومة ثلاثة بص عشان هي موجودة في ثلاثة اماكن انا معاك هي موجودة في المقدمة صح؟ اي تعادل اسلوب حياة وموجودة في الخصير رقم خمسة تعادل الثقافة اسلوب حياة تفرد على المشاركين وموجودة اسلوب حياة برضو في وظيفة الثقافة اه ايو حاضدك ما تيلاقيش السؤال هيجي واضح يعني لو عايز المقدمة هيقولك مثلا السقافة هي عامل من عوامل مثلا يكتسبها الفرد من خلال تنشئة وصعب تيجي طب لما يجي يقولك تعدل الثقافة اسلوب حياة احد خصائص الثقافة يبقى عايزل في الخصائص طب تعدل الثقافة اسلوب حياة من وظائف الثقافة او للثقافة من وظائفها تعد ان هي اسلوب حياة يعني هيديك معها قارينة تدل عليها وفي الغالب لما بتيجي بتجيب حاجة تدل عليها اما هيجيب لك حاجة من المقدمة معها او يقولك الخصاص او يقولك الوظيفة والسؤال هيجي اوضح من كده ما يتيليش يعني ممكن في الخصاص يقولك دلل بخاصيتين او يقولك الثقافة تعد اسلوب حياة بقى هيحددها لك ما تليش ايه تاني طيب التوفيق يا ميرا وتابعينا حلقة النهاردة مهمة ان شاء الله شكرا لاتصالك شكرا نكمل تعرف العمل التطوع قلنا العمل التطوع ان يتعهد الفر باخد تعهد على نفسي بان يمنح جانب من وقته او طاقته او ماله لخدمة مجتمع تبت امشي كلمة كلمة قلنا كلمة يمنح يعني عطاء دون مقابل تاني يمنح يعني عطاء دون يعني خلي بالك انا مش بديك لان لما بقول كلمة يعطي ممكن اناديتك الالم ده بس ااخد ثمنه منك اعطيتك الالم بس مستني تامده لا يمنح جاية من كلمة منحة ومنحة بدي ومش مستني حاجة بدي مش هاخد منك مقابل طب قدي ايه بقى جانب من ماله هو انت معك فلوس زيادة طب ادينا جزء زيادة من اللي معاك تصدق ولو بيجنيه اخي ما يعني ما تستصغرش الصدقة وما نقص مال من صدقة ده لو عايز جزء من مالك تصدق يعني عايزة تذكر كده قصة صاحب الرغيف قصة فيما قابلنا كان راجل عابد قاعد يعبد ربنا فترة من الزمن يقال 40 سنة وبعدين نزل يشير احد اشياءه من السوق فاعجب بفتاة ففتن بيها فعاش في الحرام سبع ايام كان بيعبد ربنا 40 سنة ولكن راح عاش في الحرام سبع ايام ملي من المعصية فاراد التوبة فرجع لربنا وهو راجع لقى مجموعة بيعبده ربنا في مكان زي صومعة او بيت او مسجد فراح يعبد ربنا معهم كان دول 11 شخص هو لما قاعد معهم بقى رقم 12 دي قصة صاحب الرغيف فالرجل دول قاعد معهم كان 12 كان فيه رجل غني بيجي يتصدق على هؤلاء العباد دول الحداشر عابد دول فطبعا الغني كان كل يوم بيجي العابد برغيف فهم عارف ان هو 11 فالغني كل يوم بيجي لهم ب11 رغيف طب لما الراجل صاحب القصة بتاعنا قاعد معهم بقى 12 فهو خد رغيف فيه واحد جوه ما خدش فبعد ما خد رغيف حاس ان فيه شخص اخر من الحداشر الاساسين اللي كانوا بيعبدوا ربنا في المكان ده ما خدش قال له خد هذا رغيف تصدق بالرغيف فيقال انه جاء يوم القيامة وزن حسناته وسيئاته 40 سنة عبادة و 7 تيام معصية رجح السبع تيام معصية يعني اللي 40 سنة عبادة حسناتهم اقل من المعصية 7 تيام ولكن ربنا لا يظلم عنده احد حط الرغيف اللي تصدق به بعد التوبة قدام السبع تيام معصية فالرغيف رجح الرغيف بقى تقيل فدخل الجنة بسبب رغيف هو انت فاكر لما بتتصدق برغيف بس يعني فاكر اللي انت بتاخد حسنا لا السيدة عائشة قالت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه طبعا عن قول الله تصدق لان الصدقة ربنا مش بيعامل بالقطع بيعامل بالمثقالة ذرة فألا تسمع قول الله فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى مثقالة ذرة فكان في الرغيف من ذرات اعمل حسنا مع الجني تصدق بجني اذا يبقى المتطوع بيتصدق او بيعطي ويمنح جزء من ماله طيب وقته انا عندي وقت فاضي محاسب يا عام عنده وقت فاضي طب بعد الظهر في جمعية خيرية بتعمل اعمال خير يروح يقعد معامل زبط لهم الحسابات بدون ما ياخد مرتب او مقابل يبقى تصدق بجزء من وقته وعلمه طب طاقته الشباب اللي روحوا بعد الجمعية الخيرية اشيل الكارتونة اكوى الامصان اشيل الهدوم اودلهم كارتونة رمضان اعمل لهم سقف للبيت يبقى انت كده بتتصدق بطاقتك طاقتك يعني موجودك ربنا اديك صحة تصدق بيها تعالى كده جيبي التعريف دي حاجة عالية دي حاجة راكية والله تقريبا ما فيش دين سماوي اللي لما ذكر العمل خير والتطوع بالتأكيد يبقى تعالى نقول العمل التطوع تاني التعريف احنا شرحنا كل ما كلمة بس يمنا نحفظه بقى العمل ان يتعهد الشخص بمحد اقراطه دون قهراء اجبار بان يمنح جانب من وقته او ماله او طاقته لخدمة مجتمع مش لخدمة نفسه لخدمة مجتمع يعني الاخرين لو انت عملت كده يبقى انت عملت حاجة اسمها عمل تطوع طيب نشوف نقطة تانية يجيلي شاعر هندي اسمه طاغور بيعرفنا ويقول المتطوع كذارها شاعر اسمه طاغور شاعر هندي ويمكن لما بحثت عنه الشاعر دوت ده كان شاعر وكاتب مصرحي الراجل ده عمل مجموعة من المصرحيات ومجموعة من الاشعار وخاد على فكرة جايزة نوبل سنة 1913 كواحد من رواد الادب يعني خاد جايزة نوبل في الادب طب الشاعر ده كان بيقول ايه بيقول المتطوع كالظهرة تملأ الفضاء بعطرها وتكون خدمتها الاخيرة ان تقدم نفسها اليك وهكذا الافراد الذين انظرون انفسهم لمساعدة الاخرين انت عامل زي الوردة الظهرة الوردة كلها خير بتشم ريحتها ما بتقولكش لا ما تشمش ريحتي معليش انا اسفة لا اقعد شم ريحتي لا بتديك ريحتها ما بتقولكش لا وفي الاخر وقت ما بتزدق منها بتملكها كلها ليك بتقطفها ترميها تحطها في كتاب تقولي الذكرى الخالدة تديها هدية الحد تحطها في حبت مية ايه دا يا عم يعني الوردة لما شمتها ما ليتلاكش لقه اديتها خيرها لما جدت اقطفها او جدت تملكها ما ليتلاكش لا ما تدمسنيش زي ما الوردة بتاهب والظهرة تاهب نفسها الى الشخص كذلك المتطوع بيهد نفسه لخدمة مين الاخرين اذا يبقى المتطوع كالظهرة عنده طاغور الشاعر الهندي طيب نقطة تانية ينظر روزاريون للتطوع على انها روزاريون بصراحة يعني حاولت ابحث عنه بالتفصيل معرفتش هو من بالضبط ولكن كلما بحاول ابحث عنه بيطلع للعمل التطوعي رجحت ان ممكن يبقى اسم العمل التطوع او سمة بس بلغات اجنبية لانك شخص مش عارف اوصله على ايه على تفاصيل حياته روزاريون بيكلم على العمل التطوعي بيقول هو الاشتراق فانشطة خيرية تتضمن عنصر الالتزام اتنين اعطاء الوقت والمال وتفضيل الصالح العام تلاتة لا يتوقف نفعه عند الشخص المتطوع وافنا كتاب المدرسة زود وينظر لعمل التطوع على انه فرد كفاية ذي وبعد تنموي يتسم بالجودة ويكون به الشخص بشكل فردي او مؤسسي بيراته طبعا دون اخبار ومقابل لمساعدة الاخرين محتسبا الاجر من عند الله لأ ده الكلام ده فيه شرح شوية ماليش نبدأ كده سنة سنة احنا بنقول روزاريون بيقول لعمل التطوع هو الاشراك فانشطة خيرية يعني اعمل خير خير مش تعالا نضرب انا بعمل خدمة البلد بضرب تعالا نولع انا بخدم البلد بولع ازاي سيادتك ده انت لازم اول شرط عشان تبقى عندك عمل تطوعي بتعمل اعمال خيرية يعني بتعمل خير ليك وللاخرين وما يحطين حولك اعمال خيرية طب يعني تضمن عنصر الالتزام مش قلتلك انت بتاخد تعهد يعني انا قلت الجمعية خيرية انا جايلكو يوم الجمعة الجاية الساعة ثمانية اشيل معاكو كاراتين نديها للفقراء لازم تلتزم بقى مش انت قلتلهم جاي يوم الجمعة يبقى خلاص قلت انا هعمل كفالة يتيم هكفو اليتيم وادفع له كل شهر ميت جنيه ما ينفعش يوجيش بعد شهر قلوم انا مش قادر مع اني مستطيع انا ما قولكش انت ظروفك تغيرك يعني انت نفس مرتبك وظروفك ما تغيرش يعني عندك امكانية كاملة كفالة ما ينفعش تيجي بعد شهر قلوم انا مش هكفو اليتيم ده مش انت التزمت لازم تلتزم بقى ما برضو احنا قلنا لك تعمل خير بس اده ما عملت خير كمله الاخ التزم بيه يبقى اعمال خيرية تتضمن عنص والتزام اتنين اعطاء المال والجهد لصالح العام يعني تفضيل العام يعني ادي حاجة للي معي زي ما قلنا في المقدمة في التعريف قلنا انا معي حاجة زيادة مجهودي ربنا ما ديني صحة ربنا ما ديني مال اساعد غيري افضل الصالح العام حب غيرك بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى يعني ممكن احب غيري فضل غيري الاثار كان بعض الناس بيقوله في الاسواق ايام الصحابة والتابعين واحد بيبيع طمر وواحد تاني بيبيع جنبه فده باع كتير النهاردة ففضله حبه والالين والصاحبه ده ما باعش فلما واحد يجي اشتري منه يقوله اشتري من صحبي اشتري من اخي ما باعش كتير النهاردة نفس البلح اشتري منه اشتخنه مع بعض عشان يجيبه زبون ده بيحب غيره بيكلم لا يتوقف نفع عند الشخص المتطوع بس هو انت فاكر المصلحة المتطوع بس هو اللي خد مصلحتها الشخص المتطوع بس هو اللي كسب على فكرة انت لو عملت خير بيعم على كل اللي حواليك يعني احنا لو ساعدنا واحد عملنا له كشك حلويات كده ولا يبيع فيه شبس ولا حاجة ولا اي منتجات طب حضرتك هعمل ايه الراجل ده احنا كده عارف يعلم ولاده بدل ما ولاده ممكن ده كان هيبقى مجرم او حرام انت منعت المجتمع ان هيبقى فيه مجرم او حرامي زاد لان الديت ابوه او الديت ام وحاجة ساعدته بالنهاية امثلة كتير او فيديوهات جايانا من شارع اسيا مقطع فيديو كده راجل كبير ساعد عيل زغير العيل الزغير ده لما كبر بقى دكتور والراجل الكبير ده كان عين عنده في المستشفى مش قادر يدفع الدواء ولا العلاج ولا يعمل عملية مقطع كده دقيقة ديتين كده بيعلمك ازاي انت الخير مش واقف عندك بس ده عندك وعند اللي حواليك يبقى روزداريون قال التطوع فيه تلسفات او بيتكلم عن المتطوع بيعمل انشطة خيرية فيها عنصر والتزام بيعمل اعطاء الوقت والمال والجهد وتفضيل الصالح العام بيحاول بيقول نفعه يعني المصلحة لتتوقف عند الشخص المطافع مش انت بس المسافيد ولا الشخص اللي انت ساعدته بس هو المسافيد ده المجتمع كله استفاد كتاب المدسة بيكان بيقولك والتطوع ينظر للتطوع لانه فرد كفاية ركز بين كلمتين في حاجة اسمها فرد عين وفرد كفاية ممكن الناس المتدينين عارف فرد عين يعني فرد اساسي على كل شخص مننا يعني الصلاة ما ينفعش انا بقى قادر اصلي بس اقول لأ اخويا بقولك يصلي الاربع ركعات دوري معاك بس عشانا مش قادر طب انت وراك حاجة لا لأ انا صلي مكاني لأ ما ينفعش انا قادر على الصيام اقول له واحد بقولك ايه مصوم يوم زيادة عشاني لأ مفيش دي حاجات اسمها فرد عين يعني لازم اعملها بنفسي ده فرد عين اما فرد كفاية لو في مجموعة عملته يكفي عن الباقي مش لازم بقية المجتمع يعمله يعني زي صلاة الجنازة لو في حبه راحه صليه جنازة على مية مش لازم كل الناس روح تصلي صلاة الجناز ده فرد كفاية واحنا بنقولك لو في حبه راحه تطوع في المجتمع مش لازم المجتمع كله يروح يتطوع تمام كده يبقى فرد كفاية اذا قام به البعض يغني عن الكل مش لازم الكل يعمله بس كل ما ناس كتير تتطوع كل ما المجتمع يبقى افضل يبقى هو بنقول عليه فرد كفاية ذو بعد تنموي يتسم بالجودة يعني ايه بعد تنموي بيساد على تنمية المجتمع يتسم بالجودة يعني بالاخلاص والاتقان والعمل يعني عايز اقولك يبقى عمل حسن مميز جودة يعني سليم قوي يبقى احنا لو تطوعنا لو حبه تطوعه هيساعد على تنمية المجتمع وجودة الاعمال يعني تحسنه وما تنساش ان عمل التطوع قد يكون بالفرد بشكل فردي او داخل مؤسس مؤسسي لانه بيحاول يساعد الاخرين محتسبا لاجر عند الله يعني انا لو خدت فلوس كده لقيت معايا فلوس زيادة نزلت الشرع اللي ورايا لقيت بيت فيه راجل غالبان انا عارفه روح تساعدته يبقى ده عمل تطوعي فري مع نفسك طب لو رحت لمؤسسة خيرية بتساعد فقرة او محتاجين او بتايتام او درمو سنين او لعلاج الفقرة في بعض القرى الريفية يبقى انا رحت اشتركت في الجمعية دي اما بجودي او مالي او بوقتي او بمجهودي وقلت هساعدهم يبقى انت كده دخلت عمل داخل مؤسسة لانك تنتمي المجموعة بس اتأكد ان دي مؤسسة خيري الاول مش اي جماعة وخلاص ننتمي اليها يبقى دايما العمل التطوعي قد يكون فردي او قد يكون مؤسسي طيب ده كده احنا خدنا التعريف بمشتقات التعريف منساش بعد التعريف كان فيه حاجتين مهمين واحد شاعر هندي اسمه طاغور قال المتطوع كالظهرة والتاني روزاريون اللي قال صفات للتطوع نقطة تانية مهمة اوي 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 في امتحان اخر السنة كمان قيمة العمل التطوعي هل هو قايمة جماعة هل هو مهم هل بيفيد المجتمع اه واحد العمل التطوعي يبرز يبرز يعني بيزروا بيبين بيرز ظاهرة دور الجمعيات الاهلية اللي هي الغير حكومية في تنمية المجتمع وتقدمه بيبين اوي اتنين العمل التطوعي ليس مجرد انشطة ومشروعات فقط بل عملية هادفة لترسيخ تأكيد وزرع وتأسيس القيم مثل عطاء والعمل غير هادف للربح والانتماء ثلاثة العمل التطوعي يرسخ في نفوس الشباب التوازن بين الروح الفردية والجماعية ويوفر المناخ المناسب لتنمية شخصيتهم على الاثار طب قبل ما نكمل نشرح دول اول العمل التطوعي ده ده مهم اه مهم والله يا جماع ليه قيمة ليه قيمة كبيرة كمان في حياتنا انه بيبين ان فيه جمعيات خيرية بتساعد على نهضة المجتمع وتقدم احنا قلنا المجتمع بمؤسساته رسمية فقط غير قادر على النهضة بمفرده والله يا جماعة لو جبتلك احسن رئيس زولة في العالم ولو جبتلك احسن حكومة في العالم وقعدت اجيبلك احسن وزراء وعندنا طب ماشي ما النازل عندنا كويسين هو فضل الله طب وحضرتك هتعمل ايه دول الوحدهم ايد وحدها ما سقفش هم الوحدهم مش هادروا عملوا حاجة يبقى لازم احنا نكمل بعض دي بلدنا كلين يبقى لازم تعمل اعمال خيرية بيبني ان في جماعات خيرية بتساعد في بعض القرى الحكومة لسه مش عارفة توصلها قهربة تلاقي جماعية خيرية تروحنا وصلوهم قهربة في بعض الناس اللي عايشين في بيت ما فيه سقف تعال لنا يتركب لهم سقف احنا جماعية خيرية طب في مشكلة مواسير مياه في مكان معين الحكومة لسه ما داخلتش مياه احنا ندخلوهم مصور مياه جماعية خيرية بتعمل خير بتساعد على نهضة المجتمع بتساعد على تقدمه وممكن جماعية خيرية لحفاظ على البيئة ممكن جماعية خيرية للتعليم ايه دا؟ يبقى عايز تخلي المجتمع ما احنا قلنا في المقدم عايز تخلي مجتمع متقدم عايز تخلي مجتمع متطور عايز يبقى عندك نهضة شاملة لازم جماعية خيرية وافراد يساعدوا الحكومات يتطوع ده رقم واحد اتنين اقعد تفتكر ان العمل التطوع مجرد مشروعات فقط نجيب حبة لبس ولا نجيب حبة اكل ولا لا ده ابعد من كده بكتير كمان ده انت بتزرع قيم في الناس انت بتعرفهم ان فيه حاجة اسمها حب فيه حاجة اسمها عمل خير فيه حاجة اسمها العطاء دونه مقابل فيه حاجة اسمها الاثار فيه حاجة اسمها عمل غير قابل للربح او يعني غير هدف للربح يعني او اعتفتكر انت بتعمل مشروع بس لا ده انت بتعلم الناس قيمة انت بتعلمه صفات وعتفتيك لو انت روحت في جمعية شلت كارتونة ولا كويت قميس ولا غسلته انت مجرد عمل لا ده انت ربيت في نفسك ولا حوليك ان في حاجة اسمها عمل خير ربيت حاجة اسمها العطاء ربيت اللي انا مش كل حاجة لازم اخدها بفلوس لا بعملها لله يبقى العمل الخيري او التطوعي مش مجرد انشطة ومشاعات فاكر لا ده انا بيكتسب بعض القيم طب ثلاثة قالك العمل التطوعي بيرسخ في نفوس الشباب التوازن بين الروح الفردية والجمعية متخلينيش اناني بس ابص الغير زي نفسي وده كان فيما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسي احب غيري مع نفسي اش اناني للنهار لا الشباب هيحس ان في حاجة عنده اسمها الاثار احب غيري وابديه ببعض الاحيان عن نفسي يا عم احنا ما بنقولكش احب غيرك بس خلي بالك برضو الكلام يبقى منطقي برضو احنا بنقول في حاجة اسمها التوازن بين الروح الفردية والجمعية ما بقولكش لنهار انزل ساعد الناس وانت اشحت ما قلناش كده برضو ما قلناش لنهار طلع كل الفلوس اللي معاك ويسيب ولادك او سيب بيتك بدون مال ما قلناش كده برضو ما قلناش عد اربعة عشرين ساعة ققد لمس بلا في الشارع وروح ساعد الفقرة وما تشتغلش ما قلناش كده برضو لا احنا اعمل توازن اشتغل خمس ست ساعات عشر ساعات عندي ساعة فاضية اروح اساعد طب جالي مرتب ربنا كرامني بمرتب كبير جنيه عشر امية امتين اروح اتصدق بيهم يبقى تعمل توازن بين ان اعيش حياتك ما قلت لكش ما تعيش وكل واشرب وربنا يهنيك ولكن معاك ناس حواليك لو قدرت تساعدهم ما تتأخرش يبقى هتخلي الشباب يبقى عنده توازن بين الناحية الفردية والناحية الجماعية وده اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا بنقوله علي ايه حتة حب الاطار وحب الغية طيب عشان كده دي ذكرتني لو انت محتاج حاجة اوي ونفسك في حاجة اوي ادعي الغيرك لان هيجيلك ملك يقولك ملك ولك بالمثل يعني انا نفسك تنجح عايز تجيب دور جنائية عايز تبقى من الاول يا رب صحابي ابو الاوائل يا رب احمد ولا محمد صاحبه متفوق يا رب فلانا صاحبتي تبقى من الاوائل ادعي الغيرك هتلاقي فيه ملك يقولك ولك بالمثل لانك حبيت غيرك ده الاثار بقى احنا هنكمل لسه حتة مهمة قيمة العمل التطوعي تابعي القيمة لسه رقم اربعة نشر ثقافة العمل التطوع من ناحية الاجتماعات تعد من اهم الاليات الاليات يعني وسائل وادوات وعوام المساعدة التي تقلل من مشاكل مجتمعات المحلية تلبي احتياجات محدودة مين الدخل وتقلل من مشاكل الشباب مثل البطالة لان مشاركتهم في الجماعيات التطوعية هيحميهم من مشاكل زي ادماء المخدرات والجرائم والعنف لأ الحتة دي حلوة رقم اربعة دي دي ممكن تيجي سؤال واحدة يعني نشط ثقافة التطوع من ناحية الاجتماعية يعد من اهليات اللي بتساعد على حل مشاكل المجتمع والشباب اه صح؟ ازاي؟ مش انا عندي جماعيات خيرية جمعا بتعمل عمليات خير يبقى بتساعد الحكومة في مشاكل محدودة الدخل او الناس الفقراء القرى الفقيرة الناس اللي محتاجة الناس اللي ممكن مرتبة مش مكافية نساعدها الناس اللي عندها عجز نجيب لها قالت تساعدها على العجز ازا يبقى هتلاقي في جمعيات خيرية بتساعد الدولة والحكومة دي حاجة كويس هنقلل من مشاكل الدولة دي حاجة كويس والأخطر منها وأحلى منها مشاكل الشباب عندك بطلة؟ طب ماشي فيه ناس قعدة بطلة من غير عمل طب أنا تعالى خوده بقى يعمل عمل خير يشرك في جمعية خيرية يعمل عمل خير طب ولو عمل عمل خير سيادتك هيبعد عن الحاجات الوحشة ما احنا فيما كلها كان العلماء ولو ايه نفسك اللي لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية لو انت الوقتي ده ما عملتش فيه خير هتلاقي أصدقاء السوق أو الشيطان يخليك تعمل فيه شر طب أنا ضيعت أنا فاضي أنا بطلة ماشي أنا مش شغال لسه خليجه ربنا لسه مرزقنيش بشغل بدور على شغل وبسعى بره ها بسعى تدور مش قاعد مستسل بدور على الشغل وبعدين سيادتك بعدين بحاول أدور على الشغل والشغل ده بحاول أجيب منه رزق بس وانا بجيب الرزق بساعد الأخ يعني أنا بكلم اللي انت ممكن تعمل بها عمل خير آه طب وده إيه اللي هيحصل هيقلل من المشاكل الوحشة اللي ممكن تحصل في البلد ما لو واحد عاطل وبطالة وعند وقت فاضي تعالى نقتل يبني واخد كذا ممكن تلع في دماغي تعالى نولع في جماعة إرهابية كده حلوة بتدي فلوس كويسة تعالى عندنا عنف طب بيش رب ده عشان تنسى مخدرات لا مش هتعمل كده لان طول ما انت بتعمل خير هتبعد عن الشر ربنا يحميك لانك انت بتعمل خير وفي نفس الوقت مش هتلاها عندك وقت الشر يبقى انت لو عندك ناس في حالة بطالة والله لو جذبتهم لأعمال خيرية هتقلل من مشاكل مترطبة على البطالة زي الإدمان وزي إدمان المخدرات وزي العنف وزي التطرف وزي الإرهاب يبقى انت كده منعت شر المجتمع بسبب عمل خير بل بخل السواب كمان عليه إذن يبقى العمل التطوعي من أهم الأليات والوسائل اللي بتساعد على حاجتين بتساعد على حل مشاكل محدود الدخل والمجتمعات المحلية البسيطة الفارة وبتساعد على حل مشاكل الشباب خاصة النتيجة عن البطال حتة حلوة أخيرة رقم خمسة تابع برضو قيمة العمل التطوع نشر ثقافة التطوع يعكس سيسيولوجية حلوة سيسيولوجية دي دور النظم الاجتماعية في ترصيح قيمة التطوع يعني إيه سيسيولوجية؟ يعني الناحية الاجتماعية سيسيولوجية اجتماعية يعني بيقولك العمل التطوع لو في نسك التطوعات ده بيوضح دور القصة في تنشيط الأفراد العمل التطوعي وبيوضح دور مؤسسات التعليمية في تنشيط الأفراد العمل التطوعي وبيوضح دور وسائل اعلام في التنشيط الافراد اللي عام التطوعي وبيوضح دور العبادة في التنشيط الافراد ايه ده ايه ده لا فاهمني كده يعني ان لو عندي ناس كتير بتتطوع يبقى المؤسسات دي رب تصح رب تصح كل ما الافراد يتطوعوا كل ما هيساعدك ان المؤسسات دي بيتعرفك الاتجاه الصحيح تعالي معايا في الاسر يعني لو الاب لا ابن ولا ابنته بتقول انا روح مع جمعية خيرية هعمل خير هاشين معهم حاجة هروح اودي الفقر حاجة يقول لها لا سعد ماما الاول ما تساعدينه في البيت الاول ما احنا اوله لا خليه يروح يتطوع يا اخ يا اب افهم يروح يتطوع لما يلاقي نفسي بساعد اخرين هيتكسي في ساعد امه وابوه في البيت تطوع يبقى لو فيه ناسا طوعت يبقى الاسرة شجعته مع العمل التطوع قالت له او اعمل خير بتديه له على الخير طب لو فيه ناسا تطوع يبقى المؤسسات التعليمية شجعته على العمل التطوعي مش يلاقي اتنين تلاتة افراد طلاب في المدرسة يعملوا خير ينزلوا يزرعوا ينزلوا يعملوا حاجة في المدرسة يطلعوا لمدارس يقولهم انتوا كنتوا فين كنا بنزرع حاجة في المدرسة مكتوبين غياب استدعاء ولاي امر لا انت كده بتعلمهم انت تتطوعوش تاني لو تطوع فيها لان داخل مدرسة وانت عارف ان هو تطوع لا اعذر امه العام التطوع جانب انسان من جوانب الحياة احنا التعليمي جراسة بس انت لازم تعليمه قيمة سلكويات يبقى لو فيه ناس بتطوع يبقى المؤسسات التعليمية علمت صح طب لو ناس بتتطوع يبقى الاعلام ساعدنا صح ما انت ممكن تلاقي فيلم وتمسلية والله حاجات غريبة برد تلاقي فيلم وتمسلية حاجة من الاثنين واحد عمل عمل خير في حياته تطوع ربنا وقف له هذا تطوع خير ونيجي حوصل لكل اهدافه عشان عمل عمل خير ربنا قعده له ويجي فيلم ولا تمسلية تانية طبعا لو انت لو لقيت واحد عمل كده فيلم هشجع لانا اعمل خير شفت في التمسلية والفيلم واحد عمل خيره وصل لحاجة كبيرة شفت الخير ما بيضعش طب لو واحد تاني هيقولك العمل التطوعي لا واحد تاني ممكن يقولك انا انقص واحد في حدثة انا عملت كذا واتحكم عليه قالوا له انت اللي قتلته جاي بواحد عربية ضربت واحد خدوا ودى المستشفى قالوا له انت اللي ضربته طب انتو كده هتخوفونا نعمل عمل خير رغم ان ده فيلم وتمسلية بس بيتبع في ظهن الاطفال والناس يا جماعة ما والناس بتتأثر بما يشاه عشان كده هخلي بالك لو ناس كتير بتتطوع يبقى الاسر ربي صح يبقى المدرسة المؤسسات التعليمية ربي صح يبقى الاعلام شجع لعمل التطوعي صح دور العبادة مسجد وكنيسة لما نقعد نقول لي الشباب والرجال والنساء يا جماعة فايدة التطوع ايه سواب عند الله ايه والاعمال الخيرية فايدتها ايه في الدنيا والاخرى هتلاقي الناس تطوعت لانا عايز ياخد اجر من الله نفسه يخش الجن يبقى دي هي كلمة سيسيولوجية النظم الاجتماعية يعني بيوضح النظم الاجتماعية لها دور اجتماعي في التشجيع التطوع عشان كده يا جماعة لو في ناس كتير تطوعت اعرف المؤسسات دي ربي تنصح طب لو التطوع عدد قليل تعرف المؤسسات دي مقصرة شوية في تشجيع الناس على العمل التطوع يبقى دي كان قيم العمل التطوع في خدمة المجتمع نقطة تانية اشكال العمل التطوعي ونقص دي اشكال معناها انواعه فيه سلوك تطوعي اللي هو التطوع الغير مقصود وفيه فعل التطوعي خلي بالك ايه هو فيه فرق بين كلمة السلوك وفعل اه فرق كبير والله برده فعل التطوعي اللي هو العمل التطوعي المقصود طب السلوك التطوعي اللي هو ايه يقصد به الأعمال التطوعية التي يمارسها الأفراد لظروف طارئة يعني جات كده مثل إسعاف جريح في حالة خطرة أو حدث سير أو إنقاذ غريق قد يكون هذا السبب دفع الديني أو الإنساني أو الاتنين معهم دون انتظار عائد أنا مش مستاني عائد مش مستاني فلوس ده اسمه صلوك تطوع واحد نازل رايح شغل الصبح بعد الشر ربنا يحمي الناس كلها لا حدث راح نازل من العربية ساعد الراجل ده جاب له كوباية مية جاب له عصير بعد الشر اتصل بالأسعاف الدنيا ربنا هو مش سني فلوس لا هو كان نازل رايح شغله يبقى ده حدث ايه طارئ طارئ واحد في مصيف قاعد في شاطئ لا واحد بيغرق راح نازل ينقذه لأنه بيعرف يعمل سباحة أو سباحة هو كان رايح الشاطئ ينقذ لا ده رايح يستمتع ويقعد ويلعبه بس لما شاف خير عمله نتيجة الظروف طريقة طب عمله بدا في الإنسانية أخويا في البلد على قل أخويا في الإنسانية ده روح وحضرتك قد يكون مستني الأجر من الله ده نهاخد سواب كبير قوي ده نعمل تخير يعني فيما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وصبعون شعبة أو بضعة وصبعون شعبة أعلاها قول الله إليه الله وأدنها إماطة الأزأ من على الطريق أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يشيل شوكة من على الطريق لما يشيل طوبة لما يشيل انت عملت خير مش نازم اللي بيت يعمل كده بس مجرد اللي انت عملت النتيجة الظروف طريقة انت عملت خير بس مش مستني أجل مش مستني فلوس ألاقي سواق تاكسي ربنا يحفظه تلاقي واحد عطلانت بعربية ولا واحدة عطلانة بعربيتها تلاقي سواق تاكسي نزل وراكن على الجنب وبيساعد ويقوله عربية فيها إيه لما يمشي فيه ناس بيتاخد فلوس بس أنا بتكلم اللي ما بياخدش فلوس بيساعد اتواكل على الله باش مانس أنا مش عايز منك حاجة أنا بس كنت بعمل خير عمل خير ده اسمه عمل خير سلوك تطوعي ليه سلوك؟ سلوك لأنه تصرف بس أنا مش تنزل مقاصي ده أعمل خير ده ظروف طريقة أما العكس فعل تطوعي من اسمه فعل والفعل هنا فيها نية القصد فعل تطوعي أن يكون الشخص هدف الفعل بذاته أن الفعل قام بذاته أنا عارف أن العمل تطوعي مهم ده عمل قام بذاته يعني أنا نازل من بيتي قاصد أنا نازل من بيتي رايح عندي الشخص الفلاني أو داري الأيتام الفلاني عشان أعمل خير أنا رايح الجامعية الفلانية عشان أقضى سعيده مو أعمل خير لا ده مبقاش يسمه سلوك بقى ده كده اسمه إيه؟ فعل تطوعي طبعا محتسبا برضو الأجر من عند الله ما بننكرش بس ده بقصد زي الإشراك في الجامعات الخيرية زي الإشراك أو في عمل خيري تابع للمدرسة أنا نازل قاصد مدرسة يوم الجمعة هنعمل نظافة طب يوم الجمعة أجازة أنا نازل من بيتي قاصد أساعد المدرسة في حملة النظافة دي خدمة مني البلدي خدمة مني المدرسة خدمة مني الحوالي خدمة مني للطلاب اللي في المدرسة زملائي أنا هعمل خير يبقى خلي بالي فيه فرق يبقى العمل التطوع عليه شكلين إما غير مقصود بنقول عليه السلوك تطوعي إما مقصود بنقول عليه فعل التطوعي زي الإشراك في مؤسسة معين طيب نقطة تانية أنواع المشاركة في العمل التطوعي أنواع المشاركة خلي بالك اللي فاتت أشكال ما تدخلش الكلام في بعضه أشكال يعني نوعين هنا نوع المشاركة يعني أنت تشارك بقى أني طريقة بقى إما مشاركة معنوية تعني بها دعم المشاريع الخيرية المعنوية سواء بشجع ليها أدفع عنها أعرف الناس بيها في المحافل يعني في المؤتمرات طبعا بنقول عليها الدعاية غير مباشرة لعمل التطوعي أما المشاركة المالية بالفلوس تعني بها دعم المشاريع الخيرية بالمال وهو أحد مقاومات وأساسيات مجاحة يعمل خير ثلاثة المشاركة المعنوية العضوية تعني أن يكون بها الفر عضوا فعالا في أحد المؤسسات الخيرية ويتطلب بازل الجود والتضحية بمين بالوقت لا يبقى عندي كم نوع من المشاركة ثلاثة يعني أوقات الواحد يشارك الأول بالكلام معنوية يعني ممكن واحد سيادتك قاعد مزيع في برنامج يقول له والله يا جماعة الفلانية نعرفها دي بتعمل خير يا ريت تروح السعدوه والله الناس بتقولي الجماعة دي وحشة لا أنا شفت بعناي يعملوا كذا قدامي بيدفع عنها يا جماعة اللي معاه فلوس ممكن يروح يعمل كذا دي اسمه دعاية غير مباشرة هو ما خدش فلوس عشان يتكلم عنهم خدش فلوس مش بفلوس اصلا لو خد فلوس يبقى اعلان لا مش دال لي نقصده يبقى دي اسمه دعاية مباشرة لو اعلان بيعلن كذا لجمعية خيرية تعالوا تبرعوا الكذا لا عندك مستشفيات عندك فقرة عندك دار ايتام انا روحت انت عارف الدار او الجمعية اللي بيطلعها هزه المشروع بقول يا جماعة الجمعية الفلانية الجمعية اعلانية المركز الفلاني دار الايتام الفلانية دار المسلين الفلانية محتاجة فلوس اللي يقدر حتى لو انا ما روحتش انت خدت سواب وشاريت بس بالمعنى و بالكلام والده اللي على الخير له اجر مثل فاعله تاخد نفس الاجر والله ان شاء الله بس نيتك لله يعني يبقى دي اسمها مشاركة معنوية بشجع ودافع واعلن عنها ممكن كان حد عايز يساعد بس مش عارف يروح فين انت قلت له عشان كده لا تصغر من المعروف الشيء لو في عندك خير اعمل خير طيب ده النوع الاولان النوع التاني المالية واحنا قلنا عصب الحياة العمود الفقر الاي مجتمع الناحية الاقتصادية وبرو اي العصب الحياة الخيرية او الجماعية الخيرية الفلوس لو ما فيش فلوس احنا مش هنقدر نجيب لهم كل حاجة مش عارف الواحدة مش كفاية جماعة برد يبقى لازم نتبرع شوي عايز اعمل لهم سقف عايز ادخله مصورة مية يتيم عايز اكفوله عايز اجيب له لبس واحد فقير عايز يتعالج معهش اذا يبقى فيه عمل خير لازم فلوس يبقى ده رقم اتنين وده مهم جدا طبعا تلاتة مشاركة عضوية ابقى عضو عضو فعال فيها يا انا فاضي النهاردة هنزل اساعدكم انا موريش حاجة انا هجا اتكلم معاكم انا هجا شيل انا هجا بتبرع بجهدي بقى او مال اللي احنا بوقتي اللي احنا قلنا عليه يبقى خدت مجهودي او ووقتي الفاضي روحت عملت بيه عمال خيرية مع جمعية خيرية يبقى انت تبرعت بجزء من ايه من وقتك او جهدك ده اسمه تطوع عضوي عضوي بقيت عضو يبقى عندي كم نوع للمشاركة خلي بالك الاشكال اتنين مقصود وغير مقصود سلوك تطوعي وفعل التطوع بينما نوع المشاركة تلاتة اما بشارك بالفلوس مالية اما بشارك بالدعاية الغير مباشة وعرف الناس بيها معنوية اما بشارك بجهدي ووقتي عضوية نخلص ونختم الموضوع بالنماذج للعمل التطوعي داخل المدرسة اعمل خير افتكر حتة دي نجيبها لك يا عم ده لو جبت واحد من ابتدائي يقوله عملت خير المدرسة زراعة الاشجار داخل المدرسة تنظيف المدرسة بس في حاجة بره بقولها تنظيف المدرسة كان بعض المدارس زمان تعمل لو واحد جاي متأخر لم الورقة من على الارض لا مش هي دي اللي نقصودها انت نازل بإرادتك الكاملة حريتك عايزة نظف المدرسة ده تنظيف المدرسة تزيين المدرسة ورسم الأوحات وعمال دهان هنبيض الفصل بتاعنا هنبيض المدرسة وعلى حسابنا وبأيدينا اقامة مسابقات طلابية لكتابة مقارات عن التطوع اقامة حملات دعائية اللي هي توعية داخل المدرسة العمل التطوع ايه عمل كذا ما تعملش كذا قد يكون فكرات في الإزاعة المدرسية عن العمل التطوعي دي كلها عمل تطوعية داخل المدرسة بعمل خير لي وللحوالي طيب لو قلت لك عمل تطوعي خارج المدرسة زيارة دور المسنين زيارة دور الايتام زيارة دور المعاقين او زيارة الاحتاجات الخاصة زيارة الجامعيات والمؤسسات التطوعية والخيرية يعني تلاقي عائلة صغيرة رايحين لناس كبار ما عندهمش اولاد ويساعدوهم رايحين يسلموا عليهم يقعد معاهم بس ما فيه والله واحد مسنة يا جماعة بيبقى محتاج واحد يكلموا كلمة بس ولاده رامينه او ما عندهش اولاد لو عايز صغير ولا شاب ولا اتنين تلاتة راحوا ده يفرحوا بيك فرحة الدنيا روح لأيتام يقول انت لو لمست شعري يتيم تاخد بعدد شعراته حسنات والله اعلم بصحة هذه المقولة او الحديث فانا عايز اقولك اعمل خير ده خارج المدرسة طب اخر حاجة قليات تشجيع العمل التطوعي طب لو انا عايز اشجع طلاب يعملوا عمل تطوعي ادي معادلاتي الساعات التطوعية لدرجات مضافة انت طوع تساعتين في جامعية خيرية خد درجة زيادة عن زمالة خد درجتين بس انا مش عايزي تحول الى درجات وما ناخدش سواب يعني عايزين الى اتنين يعني انت نيتك اعمل خير ولو خدت السواب بعد دي ربنا اديك سواب دين يا اخر مشان اقولك لا تقديم الدروع والشهادات لطلاب متميزين في البرامج يمكن شفتي الصورة دي قبل كده ان اعتقد بعض المحافظات في مصر قرم طالف ابتدائي ان هو عمل عمل خير او عمل مبادرة خيرية لمساعدة البلد والاخرين طالف ابتدائي مش مذكر اسمه بالمكان بس يمكن شفتها قبل كده عمنات فاجبتها يبقى انت كده ادي تكريم للناس بس انا نياتي في البداية بعمل خيري وبعدين اخد درجات واخد التكريم لكن مش بعمل عشي التكريم مش بعمل عشي ناخد درجة مش عايزين يتحول الى ايه الى حاجة دنياوية قوي يعني بس لو ربنا ده لك عملت عمل خير اديك سواب في الدنيا مع الاخرى ده قرم الله عليك بقى ما تقولش لقى مفيش مشكلة ناخد اسئلة بقى عالموضوع الحلو اللي احنا خلصناه ده يا جماعة ناخد اهم الاسئلة عالموضوع كل مرة واحدة وازاي كل فكرة بيجي عليها اسئلة طبعا الكلام ده احنا شرحناه هنشوف اللي زاي الاسئلة بتيجي عليه السؤال يقول لي العمل التطوعي احد القصص المهمة للنهضة الشاملة بالمجتمع هل تؤيد اذكر مبراتك طبعا اؤيد هذي العبارة مبرات المقدمة بتاعت الايه الدرس سؤال تاني حدد مفهوم التطوع اشرح الشرق السطر بتاع مفهوم التطوع هو ان يتعهد الفرد بمحضي اردته لغاية اخر السطر طب سؤال تاني التطوع هو جبر الفرد على مساعدة المجتمع طبعا العبارة خطأ جبر ازاي احنا قلنا دون جبر او اقراه دون قهر او اجبار ما ينفعش يبقى العبارة غير تعريف التطوع سؤال تاني المتطوع كالظهر عند الشعر الهندي طاغور هل تتطفك معه ولماذا اطفك اقوله لان الظهر ابتهب نفسها ليك تشمر حيته وفي الاخر بتملكها وكذلك الشخص المتطوع حدد صفات المتطوع عند روزاليون التلسفات اعمال خيرية في عنص والتزام اعطاء المال والجهد والتفضيل الصلاح العام ليتوقف نفع عند المتطوع طبب سؤال تاني التطوع فرد عين احنا قلنا فرد كفاية مش عين فرد عين على كل افراد المجتمع العبارة غلط فرد كفاية اذا قام به البعض اسقط عن الكل مش لازم الكل يعمله سؤال تاني للعمل التطوعي قيمة كبرى ده البأمثلة خدنا كذا قيمة خمس قيم كفاية ثلاثة بالشرح طب العمل التطوعي ليس مجرد برامج وانشطة تكون بها الجمعات الاهلية فقط صح ولكن بترسخ القيم طب ما النتيجة المترطب على ناشر ثقافة التطوع لدى الشباب حيرسخ التوازن بين الناحية الفردية والعضوية وهقال من مشاكل الشباب زي مشاكل المترطب على البطالة الجريمة وإدمان ناشر ثقافة التطوع دي التطوع مع زرطا التطوع لها قيمة سيسيولوجية برهن طبعا واشرح اقوله بيوضح دور الجمعيات الاهلية زي زي الأسرة والمدرسة والتشجيحة تطوع يميز علماء الاجتماع بين الشكلين للعمل التطوعي المقصود والغير مقصود سلوك تطوعي وفعل التطوعي ده السؤال اللي جاي ميز بين السلوك التطوعي اللي هو الغير مقصود والفعل التطوعي قلنا زي إنقاذ غريك أو حدثة ده فعل طارق ده سلوك تطوعي بين الأوناز اللي هروح لجمعيات خيرية ده عمل تطوعي تليفون ناخد مكالمة قبل ما نختم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تضالي مين زك يا هاجر اتفضل يا هاجر بس نستعزيني كدف التلفزيون يا هاجر أو واط التلفزيون وخليكي منعه على التلفون بس اتفضل يا هاجر اي سفسار اي سفسار في عين الاجتماع اتفضل يا هاجر للعمل تطوعي بادي كان موي ده بسلكة امثلة اشرح اي امثلة بقى هاجر ليه دور في التنمية بيساعد انت عارفها القيمة بيساعد مشاكل محدود الدخل بيساعد لمشاكل الفقرة بيرسخ في النفوس الشباب بيساعد على الجمعيات الاهلية ودور المسنين والايتام عندك القيم كلها تشرحيها وعندك الامثلة بتعطيها بالتفصيل في النمازج في اخر الموضوع يبقى عندك قيمة العمل التطوعي والنمازج التطبيقية اللي في الاخر اي سفسار تاني هاجر شكرا لاتصالك هاجر اشكرك طيب يبقى احنا بنتكلم ان العمل التطوعي زي ما قالت هاجر تنموي وموجود عندك اساسا في التعريف يا هاجر بيقولك زي بعض التنموي يتسهم بالجودة يعني هو بيساعد على التنمية سواء فرد او مؤسس بس تشرحلك بيساعد زي بالتفصيل في القيم والنمازج طب سؤال تاني السلوك التطوعي هو عمل قائم بذاته صح ام خطأ مع العبارة طبعا السلوك التطوعي قائم بذاته غلط خلي بالك السلوك التطوعي اللي هو الغير مقصود خلي بالي السلوك التطوعي مش الفعل قلنا السلوك التطوعي اللي هو الغير مقصود طب الغير مقصود قائم بذاته نزل الاصي ده عمل خير قلنا لا نتيجة ظروف طرقية بالعبارة غلط طبعا بدأ بالسلوك التطوعي الصح أشرح السلوك التطوعي الأول طب طلب مذاكر شرح السلوك التطوعي وبعدين الفعل التطوعي يريد أنا بحب كده بصراحة أربعة مساعدة شخصي في حادثة طريقة يعتبر فعل تطوعي لسألين لما ساعد شخصي في حدثة أو في ظروف طريقة لا ده ما اسموش فعل ده اسمه إيه سلوك تطوعي بل عبارة خطأ سؤال تاني تتعدد أنواع المشاركة في العمل التطوعي ده لبالأمثلة عندي كم نوع من المشاركة آه سامع برافو تلاتة واحد معنوية تنين مشاركة مالية تلاتة مشاركة عضوية بالشرح طبعا سينة اتنين ميز بين المشاركة المعنوية والمالية والعضوية أشرح التلاتة النقطة الثالثة المشاركة المعنوية تتم من خلال تقديم المال معنوية تقديم المال لا طبعا العبارة غلط المعنوية من خلال الدفاع والتشجيع لجمعيات ديت وإعلان الناس عنه طبعا ويا ريثة الشرح الاثنين أربعة تعتبر المشاركة المعنوية خلي بالك طبعا للتطوع دعاية مباشرة لأعمال خيرية لا احنا قلنا المشاركة المعنوية دعاية غير مباشرة خلي بالي غير مباشرة يعني انا ما خدت اصلا انا لو خدت فلوس وعملت لك اعلان. ايب انا كده ما عملتش تطوع انا خدت مقابل. لكن لما انا بشكر فيك وبعلن الناس عنك من غير ما باخد فلوس لا هو ده اللي اسمه مشاركة مشاركة معنوية. يبقى خلي بالي في الحتة دي دعاية غير مباشرة لان المباشرة بديك فلوس يعمل لي اعلان اعمل لي دعاية. خد فلوس وسط كزا. لا انا طالع بقول خير وبسمي اسم الشركة او اسم الجمعية الخيرية او اسم المكان من غير ما باخد فلوس هو ده اللي يصنعه الشركة معنوية سؤال تاني ده اللي بالامثلة لعمل تطوع داخل المدرسة وخارج المدرسة قلنا داخل المدرسة زراعة اشجار تنظيف المدرسة عمل لوحات مقالات في الازاعة او فقرات في الازاعة خارج المدرسة قلنا دار المسنين زيارة دار الايتام زيارة الجمعيات زيارة الرعاية الخاصة او المعاقين استنتج قليات لتشجيع الطلاب على العمل التطوعي قلنا القليات ادي له ساعات التطوع بمكافئات وممكن احاول بدرجات يعني ودي له دروع وهدايا تكريما للعمل التطوعي طيب هنخش على موضوع جديد ممكن ناخد منه جزء المقدمة والتعريف الا وهو الموضوع الاخير في الوحدة التانية علم اجتماع ثقافة العمل الحر طبعا التعريف المقدمة يامور المجتمع المصر بعض التحوالات اقتصادية واجتماعية وسياسية ده نعكس بدرجة القطاع العام والخاص فرص العمل قلت شوية لذلك ليه ما تعملش انت مشروع خاص بنفسك نعمل ازاي مشروع خاص بنفسك هنتكلم عليه في الحلقة الجاية ان شاء الله او الحلقات القادمة مع الزملاء نشكركم على حسن المشاهدة والمتابعة ونشكر جميع القائمين على البرنامج نسألكم الدعاء نلقاكم في حلقات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة